مرحبا وأهلا بكم كل عام بخير خرجت علينا سيدة اسمها زينة عاصي بسلسلة من التشجيلات تفضح في خطيبة السابق الشبيحية بتقول عليه شبيح طبعا هون ما في ضرر من ذكر الأسماء لأن هي طلعت طبعا بسلسلة تشجيلات علنية والأضية صارت أضية رأي عام وخطيبة السابق اسمه سامر الحمصي طبعا سامر الحمصي معروف في دمشق خاصة في مناطق محددة مثل القصور بابتومة الدولعة الطبالة جرمانة هيك وصولا للمزارع يلي بتوصل لمطار دمشق الدولي وباختصار السيدة كانت هي على يعني خلاف مع زوجة تعرف عليها سامر الحمصي بهذه الفترة وصار بيناتهم علاقة لتتطور لتصيل خطبة وبعدين كتب الكتاب هي بتقول كتب الكتاب ما كان كتير صحيح هذا طبعا مهم بقضيتنا ولكن المهم أنه السيدة كان إلى الفرصة لتتعرف على أعمال سامر الحمصي المعروف أنه شبيح من الداخل وتنقل بعض التفاصيل المهمة ويعني الأهم هو أنه نتعرف على نفوذ هذا الشخص في المجتمع المحلي اللي هو موجود فيه السيدة بتعرف على حالة أنه هي سيدة لبنانية عايشة في سوريا جوزت بسوريا وعندها أطفال يعني عندها عائلة في سوريا صار في خلافة ما أنه وتعرفت على سامر الحمصي يلي بالبداية هي ما كشفته يعني أنه كان يبدو لها شخص جيد ومن ثم بعد ما تعرفت عليه بعد ما خطبته بيّن مين هو سامر الحمصي بالنسبة لها كشفته على حقيقته بالنسبة يعني بحسب كلامه وهذا الموضوع يعني أنه هي كانت تعرف ما كانت تعرف ما كتير مهم بالنسبة لنا المهم لنا هو تسليط الضوء على هذه الحالة وعرض بعض المعلومات من الداخل المهم طورت الأمور بيناتهم الخلاف شديد صار في تهديدات على أثرة هي هربت لأحد الأدير في باب تومة في دمشق ومن ثم هربت إلى لبنان ومن لبنان طلعت بسلسلة التجيلات اللي قبل ما نحكي عن سامر الحمصي وما يمثله بدي أرجع أذكر أنه مع بداية الاحتجاجات بالألفين ويدعش كان النظام السوري وأجلس الأمن والاستخبارات غير قادر على ضبط الأمور في تلك الفترة فشكلت ما يعرف باسم القوات الرديفة يلي هي جماعات محلية بكل منطقة بيصير فيه اتفاة على أول شيء طبعا تسليحها وإعطاء صلاحيات واسعة في مقابل أنه هي تحصل أموال بطرق مختلفة معظمة يعني هي خارج إطار القانون لضمان الأمن في هذه المناطق وضمان ولاء هذه المناطق للنظام بها المساطة وطبعا تحقيق بعض المكاسب للأطراف المرتبطة بالنظام من أجهزة أمن أجهزة شرطة إلى آخره لأن مثلما نعرف الولاء بالنهاية بده يعني مصاري بده تمويل ومع عز النظام عن وجود هذا التمويل يطلق يد كل من يعمل معه في المجتمعات المحلية لتحصل ما تريد من خلال أعمال القذرة وهذا يعني معروفة تعزز قصة سامر الحمصي طبعا تتحدث السيدة عن علاقاته عن الشبكة يلي نسجها سامر الشبيح بحسب وصفه طبعا يعني هالشبكة منسوجة على عدة مستويات المستويات العليا هو علاقة مع ضباط ومسؤولين من مختلف الأجهزة من الأمن والجيش والشرطة وإلى آخره وفي منافع مشتركة بيناتهم منهم بيتقاضوا رواتب شهرية منهم بيحصلوا على نسب منهم يتم يعني تنفيذ أعمال قذرة لأجلهم أو ربما لجميعهم في إطار ضبط الأمن وترهيب المجتمع المحلي بالمقابل أو أيضا على مستوى أدنى سامر له يعني عناصر من الشبيحة مرتبطة فيه أيضا يوزع عليهم المكاسب وبحسب يعني هو رؤيته بحسب دور كل واحد فيهم ففي هذه الشبكة التي تشبه العصابة المغطات من قبل النظام تعمل في هذا المجال هلأ الأعمال اللي بيقوم فيها هي معروفة الحقيقة ما كثير سر بحسب ما أنا تقصيت حول الموضوع أنه هو والله يدير منازل لعب الأمار هو بيجيب معلومات عن موقوفين لقاء مصاري بنعرفه كثير من الموقوفين والمعتقلين ما بيعرفوا أهليهم وين فهو بيشتغل هذه الشغلة أيضا ممكن يخلص أي شخص من ممسوك عند الأمن بأي تهمة كانت طبعا كل شيء له سعره يتراوح السعر بين يعني 10 ألف دولار مثلا و50 ألف دولار حسب الجرم هون بدي يقلكون شغلة يعني دائما وقت بيكون الدولة والنظام ما بيشتغلوا من أجل من أجل الناس من أجل المصلحة العامة بعد ما يمسكوا المجرم بعد ما يأخذوا منه المعلومات بعد ما يصادروا كل أملاكه ويعني كل شي بيحسنوا ويوصلوا له شو بدهم فيه يعني فيه نظرية وهي الشغلة أكيدة وناتجة عن معلومات أكيدة بالنسبة لي هنه بيقولوا هذا الموقوف نحنا شو بدنا فيه أو شو منستفيد منه إذا فات على السجن يعني بغير دول الدخول إلى السجن هو عقوبة لحتى تصلح هذا أو تردع هذا المجرم لكي لا يعيد الكرة ولكن في سوريا ما حدا فارق معه شي فتيجيهم من الله لكل الأجهزة إن كانت الأمنية والشرطية وحتى في القضاء فيه توجيهات وفيه ضوء أخضر مفتوح يلي بيحسن أو يلي حدا بيدفع عنه لا يطلع خدوا منه مصاري فبياخدوا منه مصاري طبعا فيه طريقة للإسمة توصل لرأس النظام وهي مورد هام جدا للدخل في هذه الظروف هو أنه نحن نلقي القبض على ناس بتهم مختلفين كانوا يعني هن مرتكبين جرائم أو غير مرتكبين ومناخد مصاري لا نطلق صراحا بيجي دور هنا واحد مثل سامر الحمصي لحتى يكون هو الوسيط بين الطرفين أول هاي الأعمال كلها معروفة هي أيضا كشفت من خلال وجودها وتجولها معه كانت خطيبته السابقة على أملاكه وطلعت معه أكثر من مرة بعشرات المرات بالسيارة سمعت عبيحكي بالتاليفون بتأكد أنه هو أيضا يعمل بتجارة السلاح والمخدرات طبعا لهون الموضوع ما كثير مفاجئ يعني هذا الموضوع بنعرفه فيه عشرات النماذج من هذا الشكل ولكن القضية خلتنا نتابع أكثر مدى نفوز هدون الأشخاص على الأرض كيف عايشين معهم السوريين أهل دمشق مع هالنماذج هاي لنكتشف بأنه فعلا هالأشخاص أنه تمثل سلطات الأمر الواقع يعني هنه السلطات يلي بتعرفون المجتمعات المحلية صايرين الحاكمين الفعليين في هذه المناطق اللي بيعملوا لبدهم يا بدون ما حدا يحسن يحاسبون وبتوقع هي الصفقة يعني واحد مثل سامر الحمصي ممكن يعتقل ممكن يسجن ممكن يفك مسجون من السجن أو يعني مثل ما بيقوله بيفك المشنوق من حبل المنشأة كل شي بيحقه ممكن يستملك بيوت ممكن يرحل ناس من بيوت معينة لقاء على طلب أو لقاء على أموال يتقاضاها ويستطيع أن يفعل كل شي في هذا المجتمع المحلي بدون ما حدا يحسن يقوله أنه أنت شو عاب تسوي أو ما حدا أصلا عنده الرغبة لحتى يقوله شو أنت عاب تسوي وهي نوع من اللعبة لترهيب ويعني ترك هذه المجتمعات بهموم لا ترتقي إلى مستوى يعني السياسة أو المشاركة في الرأي العام أو تحديد مصير البلد أو إبداء رأي فيما يتعلق بمصير البلد نخلي همومهم في هذا الموضوع في الأمن في الأكل في الشرب إلى آخره وهيك منشوف أنه هياكل المؤسسات اللي كانت هي عبارة عن هياكل هالشي غير مكتملين هارت أو هي في طريقة للانهيار عاب يحل محلة قيادات وسلطات أمر واقع يعني تحكم بالعسف بالتعصف في الناس وفق مصالحة ويطلق يدها لتفعل ما يشاء الصفقة وبينها بين النظام والعلاقة بنيوية لا يمكن للنظام أن يحاسب مثل هؤلاء هلا حتى لو واحد طلعت ريحته مثل سامر الحمصي وراح بتم استبداله بشخص آخر لأن المطلوب هو إرهاب المجتمع تأمين المجتمع وضمان عدم القيام بأي حركة مهما كانت ولو كان كتابة على الفيسبوك ضد النظام فيه يعني وتثبيت الحاكم على الكرسي في سوريا مقابل إطلاق يد هؤلاء ليفعلوا ما يشاء مع الأسف المستقبل قريب رح يهجوا كل العالم وهذا اللعب يصير في سوريا ما رح يضل غير من هالنمر في يعني البلد هذون النمر بالنهاية رح يعلقوا مع بعضهم ورح يفضحوا بعضهم ورح تطلع عنا أصص مهما كان خيالنا كبير رح تكون أكبر من كل خيال شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء